اشتركوا في القناة لما بذله من جهد ومقدر في إدارة أعمال الدورة السابقة بمهنية عالية وأعبر عن تقدير مملكة البحرين الكبير لمعالي السيد أنتونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لما يبذله من جهود حثيثة لإصلاح هيكل المنظمة وتعزيز دورها فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتسوية النزاعات وإرساء الأمن والسلم الدوليين وغيرها من القضايا الإنسانية التي تهم جميع دول العالم وهي جهود ملموسة وتحظى منا بكل الدعم والتأييد كما أستذكر بكل التقدير الدور الذي قام به الدبلوماسي الراحل كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة وجهوده في إصلاح في مسيرة إصلاح المنظمة والتوصل إلى حلول للأزمات الدولية معربا للأسرة الدولية ولذويه عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا سيدة الرئيس إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله تولي اهتماما بالغا لتنفيذ كل البرامج والخطط الهادفة لرفع المستوى المعيشي والتنموي لمواطنيها والمقيمين على أرضها ومواكبة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بخطة متقدمة لينعم الجميع بالعيش الكريم والحياة الآمنة فمملكة البحرين تصنف ومنذ سنوات عديدة ضمن فئة الدول المتقدمة جدا في التنمية البشرية كما أنها نجحت في الحد من آثار التحديات الاقتصادية بفضل جهود التنويع الاقتصادي وسياساتها المالية والنقدية وجذب الاستثمارات وهو من عكس إيجابا على الاقتصاد البحريني الذي يصنف حاليا ووفق صندوق النقد الدولي نفسه بأنه من الأسرع نموا في المنطقة وسيكون الاكتشاف أكبر مكمن للنفط والغاز الطبيعي منذ بدء انتاجهما في مملكة البحرين عام 1932 داعما كبيرا لمستقبل الاقتصاد البحريني بمشيئة الله تعالى في إطار التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة فقد صدر قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكلات منظمة الأمم المتحدة كأحدى نتائج الشراكة الاستراتيجية للسنوات من 2018 إلى 2020 الموقعة بين الجانبين والتي تهدف لدعم جهود المملكة في تحقيق أهدافها الإنمائية وأهداف التنمية المستدامة تطبيقا لرؤية البحرين 2030 وتأكيدا على أبراز تلك الجهود وتوثيقها قامت حكومة بلادي وقبل أسابيع خلت بتقديم تقريرها الطوعي الأول حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك من خلال مشاركتها هنا بنيويورك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة وعكس انتخاب مملكة البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للفترة من 2019 إلى 2022 تقديرا دوليا لسياسة جلالة الملك حفظه الله في ترسيخ الحقوق والحريات ودعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة واستمرارا لإسهاماتها الدولية وحرصها على التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة فقد ترشحت مملكة البحرين للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة وذلك عن الفترة من 2019 إلى 2021 تأكيدا لسياستها القائمة على تعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان وصون الحريات وفق المعايير الدولية ومصلة العمل على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال كما تم الإعلام في شهر مارس الماضي وخلال اجتماعات الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة عن فتح باب الاشتراك رسميا في جائزة الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة التي تهدف لإبراز جهود تحقيق تكافأ الفرص بين المرأة والرجل في العالم وقد جاء حلول مملكة البحرين ضمن دول الفئة الأولى تير ون في تقرير وزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص في يونيو الماضي كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي ليؤكد المنجزات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال حيث تم تكريم السيد أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التجار بالأشخاص من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ضمن عشر شخصيات عالمية لما قدمه من جهود متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص السيد الرئيس تحرص مملكة البحرين دوما على المساهمة في صياغة مستقبل أكثر ازدهار للشعوب دول العالم وتدرك تماما أهمية التحالفات لضمان الأمن الأقليمي والتصدي بحزم للتحديات والمخاطر التي تمس استقرار الدول وتنميتها ورخاء شعوبها وخاصة في منطقة الخليج العربي التي تعتبر ركنا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط والعالم ولذا فإننا نرى أن تحقيق أمن دائم وسلام مستقر وتنمية مستدامة لدول منطقة هي مسؤولية جماعية تستوجب العمل على بناء تحالف سياسي واقتصادي وعسكري قوي بين الدول المسؤولة في المنطقة التي تدرك مخاطر المرحلة الراهنة وتعي متطلبات المستقبل وتمتلك من الرغبة الصادقة والإرادة الجادة والسياسات الرشيدة ما يجعلها عناصر اللاغنى عنها في تحمل تلك المسؤولية وذلك بالتعاون مع الدول الحليفة بما يضمن صون أمن وسلامة الدول وشعوبها ورد كل من تسول له نفسه المساس باستقرار هذه المنطقة الاستراتيجية التي تواجه تهديدات مختلفة وفي مقدمتها تلك التي تأتي من النظام في إيران الذي يتبنى سياسة التخريب وإسقاط الدول ومؤسساتها ويدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة ويتدخل في الشؤون الداخلية للدول ويلقي التهمة جزافا ضد الدول المجاورة بأنها المسؤولة عن الأحداث التي تجري في إيران ويطمع في الهيمن على المنطقة من خلال تعليم وتصدير ثورته البائسة التي يرزح الشعب الإيراني تحت طغيانها وقمعها وظلمها وينشر إدلوجية متطرفة أصبحت بندا ثابتا في سياسته الخارجية بما يهدد آمال وطموحات الشعوب المتعايشة لقرون عديدة حيث كنا مع إيران وشعبها الصديق صاحب الحضارة العريقة نعيش جنبا إلى جنب في بيئة نتبادل فيها مورثاتنا وثقافاتنا وتجارتنا وغيرها ولعل ما يحدث في الجمهورية اليمنية يؤكد ذلك بشكل واضح فالنظام الإيراني يدعم الميليشيات الإنقلابية في اليمن لمواصلة ممارساتها الإجرامية وأعمالها العدائية لتهديد الدول المجاورة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية التي تستهدف التجمعات الآهلة بالسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بشهادات الدول الكبرى الساعية لأمن المنطقة وتقارير الأمم المتحدة ومن بينها التقرير الخامس للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2002-2003-01 والتي أوضحت أن إيران هي مصدر تلك الصواريخ التي تحمل مخاطرة كبيرة على أمن واستقرار المنطقة وتهدد أمن الممرات البحرية الدولية الهامة مضيقاء هرمز وباب المندب وفي الوقت الذي ينبغي فيه العمل لإيجاد آليات مشتركة تضمن الأمن الجماعي في الشرق الأوسط فأننا نجد مصدراً آخر يعرقل هذه الجهود ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وهو قطر التي لا زالت تصر على سياساتها وممارساتها التي تتناقض مع مفهوم الأمن الجماعي في ظل نهج خطير يقوم على نشر الإرهاب وتغذيته ومحاولة إسقاط أنظمة الحكم الوطنية والسعي لتدميرها وإغراقها في الفوضى وقد كانت بلادي هدفاً لمخططات قطر التي لا تقتصر على ما حدثه خلال عام 2011 وموفرته من دعم مالي وإعلامي ولوجستي لأعمال العنف والإرهاب بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير حيث تكررت اعتداءات قطر عبر التاريخ على جيرانها ومن ذلك اعتدائها على أراضينا في 1937 و1986 وعلى حدود المملكة العربية السعودية في عام 1992 وتعاملنا مع كل هذه الحالات بحكمة وبصيرة من أجل إبعاد الشعبين عن أي ضرر يلحق بهما فنحن والشعب القطري شعب واحد كنا تحت قيادة واحدة وتربطنا وحدة المنشأ والنسب والتاريخ والهدف والمصير المشترك وستظل علاقاتنا وثيقة وعصية على كل من يحاول إثارة الفرقة أو يسعى لتغيير هذا الواقع الأزلي الثابت وما زال يحدون الأمل في أن تعود قطر إلى رشدها وتؤكد حسن نواياها وتثبت مسعاها في أن تكون عضواً إيجابياً في المنطقة من خلال الاستجابة لمطالب مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية التي تتوافق مع الأسس الراسخة للقانون الدولي ومبادع حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وتهدف إلى وقف دعم وتمويل الإرهاب وتنفيذ التزاماتها والوفاء بالاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها خاصة اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي 2014 الذي تم بعد ذلك سيدة الرئيس تحرص مملكة البحرين على تفعيل مختلف أطر التعاون والبناء مع الشركاه وأصدقاه في العالم وتشارك بقوة في تحالفات عديدة من بينها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والتحالف الدولي ضد داعش والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مؤكدين دعمنا لكافة المبادرات الهادفة لإرساء الأمن والسلم في العالم وفي منطقتنا على وجه الخصوص وفي مقدمتها جهود الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب في هذا الشأن ومن أهمها العمل مع دول المنطقة لإنشاء التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط وتصنيف بعض المجاميع الأرهابية المدعومة من النظام الإيراني ضمن قوائم الأمريكية للإرهاب والاستراتيجية الأمريكية تجاه هذا النظام والانسحاب من الاتفاق النووي الناقص المبرم مع إيران معربين هنا عن التزامنا مع حلفائنا لدعم أمن واستقرار المنطقة نجدد في هذا السياق مطالبتنا بضرورة انهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وأن تتجاوب جديا مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على أراضيها وحل هذه القضية عن طريق التفاوض أو من خلال محكمة العدل الدولية ولا يفوتنا أن نشيد بالدور الكبير والمساعي البناء التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وبما لها من مكانة عالية ودور استراتيجي في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين وهو ما تابعه الجميع خلال الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله لاتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إيرتريا وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سيد الرئيس أن الحفاظ على قوة الدولة ومؤسساتها هو الضمانة الرئيسية لاستقرار الشعوب ونهضة المجتمعات ومنعها من الانزلاق في هاوية الفوضى والإرهاب وأستذكر هنا ما قاله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله في كلمته قبل أيام قليلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأقتبس أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة مهددة بالتفكك وأن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر انتهى الاقتباس وانطلاق من هذا الموقف الثابت فإننا نؤكد على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها والتخلص من الجماعات الأرهابية بكافة أشكالها وخاصة تلك المدعومة من إيران كحزب الله وغيرها ومن التدخلات الأقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها وتحقيق طموحات ابناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة مرحبين بالاتفاق الروسي التركي فيما يتعلق بالتهدئة في إدلب ومؤكدين مساندتنا لجهود السيد ستيفان ديمستورا المبعوث الأممي الخاص لسوريا وفي الجمهورية اليمنية فأمن مملكة البحرين ملتازمة بموقفها الثابت بالمشاركة كعضو فاعل في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن منذ إنشاءه والذي أخذ على عاتقه مهمة إعادة الأمن والسلم في اليمن ومساعدة أبناء الشعب اليمني الشقيق في كافة الجوانب الإنسانية والتحالف ماضا في مهمته لضمان وحدة واستقلال اليمن والسلامة أراضيه وإنهاء التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية وخاصة تلك التدخلات الخضيرة من قبل النظام الإيراني ليتم التوصل لحل سياسي يشارك فيه الجميع ويقوم على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22-16 السيد الرئيس إذا كنا نريد حقا أمنا وسلاما في الشرق الأوسط فالقدس يجب أن تظل وكما كانت الرمز التاريخي للتعايش والوئام بين الأديان فاستمرار الصراع والنزاع ليس قدرا محتوما والسلام غاية يمكن تحقيقه وذلك ببذل المزيد من الجهد لنصل إلى السلام العادل والشامل الذي يوفر للشعب الفلسطيني كقيره من الشعوب الحق في الحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وذلك على أساس حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مشددين هنا على أهمية الالتزام بعدم المساس بالوضع القانوني للقدس الشرقية وتحرك المجتمع الدولي لوقف كل الإجراءات الإسرائيلية بحق أهل القدس ومقدساتهم وأماكن عبادتهم كما نؤكد على أهمية ضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أنروا والحفاظ عليها وتمكنها من الاستمرار في أداء مهامها النبيلة سيد الرئيس أن أمن واستقرار جمهورية العراق والحفاظ على سيادتها ورخاء شعبها هو ما نتطلع إليه في هذا البلد العربي الأصير معربين عن أملنا أن يعود العراق لدوره الريادي في محيطه العربي والإقليمي والدولي ومؤكدين على ضرورة إيقاف التدخل الإقليمي في شؤونه الداخلية ولسيما من قبل النظام الإيراني وأدواته المتنوعة وبالأخص الميليشيات المسلحة والتنظيمات والجماعات الإرهابية وذلك لينعم شعبه الشقيق بالأمن والرخاء وفي دولة ليبيا فإننا نجدد موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب بما يحفظ وحدة وسلامة الأراضي الليبية ويلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم كما أن مملكة البحرين تقف مع المملكة المغربية الشقيقة ضد المؤامرات وتدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية وتدعم الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية السيدة الرئيس لقد جاء اختياركم لموضوع هذه الدورة تحت عنوان كيف نجعل الأمم المتحدة ذات جدوى للشعوب كافة القيادة العالمية وتقاسم المسؤوليات من أجل مجتمعات مسالمة ومنصفة ومستدامة ليسطروا معنا واحدا هو أننا لو بلغنا تلك الغايات لأدركنا مقاصر الميثاق الأمم المتحدة كلها وتحقيق أهدافنا المنشودة وهو ما تؤمن به مملكة البحرين وتطبقه وهي تمضي في مسيرتها التنموية وتواصل جهودها في تعزيز ما ينعم به شعبها من أمن واستقرار ولن تتخلى أبدا عن دورها في ترسيخ التسامح وقيم التعايش ومبادئ الحوار بين مختلف الدول والشعوب والثقافات والأديان وقد شهدنا جميعا هنا في نيويورك الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه المركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي من أجل الوصول لمجتمعات سلمية وشاملة للجميع انسجاما مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة وكذلك منتدى مملكة البحرين رؤى مشتركة لمستقبل الناجح التحديات والفرص الوطنية والأقليمية والعالمية بما يعكس سياسة مملكة البحرين وإيمانها بالشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة كافة التحديات فدولة قامت على مجتمع متنوع ومنفتح ومرحب بكل من يطأوا أرضها ويعيشوا بين أهلها وشكلت في ماضيها وحاضرها نموذجا ناجحا لما يمكن إنجازه في ظل هذا التنوع الثري والانفتاح الإيجابي لا يمكن لها إلا أن تبقى وفية لكل المواثيق والأعراف الدولية ومثالا للدولة التي تراعي مصالح شعبها والمنطقة التي تنتمي إليها وسيظل هذا النهج قائما ومبنيا على التزام الجميع بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم الضرر بالآخرين أو المساس بأمنهم فمن حاد عن هذا النهج ونقض عهده وخرج عن تلك المبادئ والأطر فإن إنفاذ القانون الدولي كفيل بأن يعيد رسم الخريطة الآمنة التي تضمن أمن واستقرار دولنا ورجوع الأمور لنصابها كما كانت من أجل منطقة ذات بيئة مستقرة ومزدهرة ويكون عنوانها دول آمنة وشعوب مطمئنة في عالم مزدهر ومتعايش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا سيدا بي نقلنا لكم من مقر الأمم المتحدة في نيويورك كلمة مملكة البحرين في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين لجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ألقاها مع علي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اشتركوا في القناة